ماشي غيح كيموت الإنسان كان يقول فيه كلام زيان ولكن في حياته كل شي كان يقول فيه كلام زيان لأنه رجل شامخ مناضل حب وطنه بشغف ودافع عنه في أيام الاستقلال الديمقراطي من شل منفع ما خلالش نعمل من أجل البلاد ديالو ديالو الشعب ديالو القضايا العادي لديل هذه البلاد كان يقول نخص كنت نضلوه باش بلادكم تولي حسن شي كنت وزيع العادي للتروى هنا صغار ولا خدينا شي قرار كيحترموا مغرب كبير عنده أصدقاء أكثر زائر في موريتانيا في ليبيا في تونس كي آمن أيضا بالقضية الفلسطينية اللي كانوا كلهم القادة اليساريين قائد يالو هذا رجل أطر وفا ووفا حما الله وهذا المغرب رمزا الممكن إن شاء الله